موعد يومي يجري افتراضياً أصبح جزءاً أساسياً من حياة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ديمة سبلبان نشاطها لساعات طويلة حقق لها مكاسب مالية دفعتها إلى التوقف عن البحث عن عمل مرتبطاً بمسارها الأكاديمية المختص بالسياحة غير أن التوجه إلى الاعتماد على منصات التواصل يخضع اليوم من يحقق عوائد منها إلى دفع ضريبة فرص عمل ما في الشغل كثير خفيف هلأ فالشباب السوشيال ميديا وبنات السوشيال ميديا يعني عم بلاقوا هلأ طريقة مشان يطلعوا فيها فلوس سواء بالإعلانات أو كيف كانت الطريقة فأنا شايف لأ أنه أنا ضد صراحة الضريبة اللي انفرضت خلي الناس تسترزئ دائرة ضريبة الدخل الأردنية بدأت بفرض الضريبة على من يجنون دخلاً من المنصات الرقمية حيث أعلنت أنها تقوم باستدعاء من يحاول التهرب من الدفع مشيرة في إعلانها إلى أن أكثر من 300 من مشاهير النشطين تتجاوز مداخلهم السنوية 100 ألف دينار أردني أي أكثر من 140 ألف دولار أرقام يعتقد خبراء أنها تسهم في تغيير نظرة المجتمع إلى سوق الدعاية والإعلان أصبح هو عمل اقتصادي بزنس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأي بزنس في أي مجتمع يرديه التزامات ومسؤولية مجتمعية نحو المجتمع ونحو الحكومة ضريبة لأن هذا المحتوى الذي يتم تقديمه هو احتل مساحة على السوشال ميديا واحتل مساحة من خلال الإنترنت وبالتالي هو استفاد من خدمات توفرها الدولة تتعدد الآراء حول فرض الضريبة على مشاهير منصات تواصل الاجتماعي يرى البعض أنها جاءت محاولة لضبط إيقاع النشر عبر وسائل متاحة لشريحة واسعة من الناس بين مؤيدين ومعارض تنقسم الآراء بشأن إخضاع الناشطين والمؤثرين عبر المنصات الرقمية للضريبة هؤلاء يرون أن نشاطهم ملمح من ملامح العصر الرقمي فضلا عن أنهم جعلوا منه مصدر رزق غير أن دائرة ضريبة الداخل ترى منه نشاطا يجب أن يخضع للقانون هذه النماس العربي عمان